صراحة اتوقعت اني ارتحت مناسلة المدير بعد اول داشفورد سويناها لكن الظاهر ما في راحة اليوم طلب مني سؤال بسيط بس يحتاج شوية تركيز كم نسبة النمو في اراداتنا الشهر هذا مقارنة بالشهر الماضي بالزبط اذا اول مرة تسمع عن داكس لا تجلق ابدا اليوم راح نجاوب المدير بكود واضح وسهل خطوة بخطوة جاهزين؟ يلا بينا اهلا من جديد معكم حكم ابو شنب من قناة داتا ستوديو في الفيديو الاول عملنا داشفورد بسيطة للمقهى وصاحب المقاهي اليوم نكمل مشروعنا بخطوات جديدة نشرح ونوضح بالتفصيل انشاء جداول تواريخ تلقائي بدون تعب كتابة معادلة داكس واضحة جدا لحساب نمو الاعرادات الشهرية ربط جداول التواريخ بالبيانات عن طريق الداتا مودلينج كل الاكواد جائزة للنسخ في وصف الفيديو وعلى القيت هاب يلا نبدأ طيب عندنا مشكلة صغيرة لازم نحلها اولا لما نريد نقارن فترات زمنية مثل الشهر الحالي مع الشهر السابق لازم يكون عندنا جدول او جداول زمنية فيها تواريخ مستمرة وهذا هو جدول التواريخ لانشاء الجدول بطريقة بسيطة نذهب الى مودلينج نيو تيبل نكتب الكود التالي مرة واحدة نبدأ في تعريف اسم الجدول بعدها نحط يساوي نكتب add columns نكتب calendar audio وبعدها نبدأ في اقسام الوقت نبدأ نشرح الكود ابتبعنا بشكل كامل زي ما شايفين على الشاشة الكلندر اوتو دالة دكية تختار تلقائيا اقل واعلى تاريخ من بيانات وتوليد كل الايام بينهما بدون اي تعب منك في المقابل add columns تضيف اعمدة مهمة تسهل التحليلات مثل السنة رقم الشهر واسم الشهر الى اخره نضغط enter وهيك جدولنا جاهز تلقائيا ربط جداول التواريخ مع البيانات في الريليشنشيب الان لازم نقول لpower.pi ان الجداول هو فعلا جدول dates الجديد جدول التواريخ هذا سهل جدا نذهب الى model view مع عمود dates في date نربط عمود التاريخ بجدولنا coffee shop sales date نتحقق ان العلاقة one to money باتجاه الى المبيعات dates واحدة وهكذا الجداول التواريخ اصبح جاهزا للاستخدام لماذا استخدمنا معادلة النمو الشهرية بالdate؟ قبل كتابة اي كود خلينا نشرح ليش نستخدم هذه المعادلة تحديدا نسبة النمو الشهري بتساوي الشهر الحالي ناقص الشهر السابق بتقسيم الشهر السابق لماذا اخترنا هذه الطريقة؟ لاننا نريد قياس النسبة المئوية للتغيير وليس مجرد الفرق وهذا يستعد المدير ان يفهم بسهولة هل انتاج تحسنت او تراجعت وبالنسبة كان بالضبط بل مثل العادة عندنا مشكلة تانية صغيرة ما عندنا الشهر الحالي ولا السابق لازم نحسبهم وعشان نحسبهم هنروح نعمل اول حاجة نضيف مشور جديدة من هوم انيو ونضيف مشور ونكتب الخطوة بخطوة نبدأ في المعادلة current month ونحط calculate العمود المعنى total revenue وبعدها نبدأ نحط الفلتر بتبعنا اللي هو بالنسبة لل dates نشرح الكود بالضبط شو بشرح الكالكوليت تعطينا مجموع الارادات بشرط معين عنا date in period تحدد فترة ضمنية آخر تاريخ في الشهر الحالي هنستخدمها عن الماكس وال-1 بتعطينا شهر أقل وهيك حصلنا ارادات الشهر الحالي بوضوح بالنسبة لحساب ارادة الشهر السابق previous month نفس الطريقة نكتب مشور الشهر السابق previous month هنحط الكالكوليت total revenue نضيما او مرات هنعمل sum لتوطل revenue وبعدها هنحط اللي هو المنث هنحط الشهر ونحط date ليش عملنا هنا ليش عنا date add ترجع لنا فترة زمنية هي الشهر السابق تماما للمقارنة بشكل واضح كتابت مقياس النمو هلا هنجمع كل الكود مع بعض الآن ممكن نلاحظوا انه عندنا هنا بعد ما عملنا المشور مش صابت لانه طالع معانا 1% او 100% لانه هنا ما حددنا اي month ما حددنا اي شهر فعشان نبين معانا هذا لازم نحدد month فهنبدأ نعمل هنا بعد ما كتبنا الكود هنحاول نغير الفرمات اول حاجة هنحط فلتر للشهر نستخدم اللي كونا زي ما لاحظنا هنا اشتغل معانا لانه حددنا month حين بعملنا التغير ما بين الاشهر وهنا حنبينه في التشارت اكتر نحاول نبينه نعمل هنا month over month نزاخر التشارت شوية نجرب نعرض الحركة هنعمل في التشارت هنا مش عاوزين نحط date لانه هنا مش هيشتغل معانا بدون ما نحط date لازم نغير الـ x ونحط الأشهر حساس بيين بشكل أشهر ونحط month number او month name هنا عاو بعمل معا للترند زي موضح معانا في عنا تغير في التشارت تبعنا من سفر عندك من سفر في المية سبعة عشر في المية نقل شوية بريع تلع ثلاثة في المية بريع نزل في عنا حركة في التشارت تبعنا لعشان نبينه بشكل أوضح عندك هنا لازم نحن نحور الرقم هذا انه يكون رقم مئوي عساس يكون أقوى في الوضوح فلازم نختار العمود اللي احنا اخترناه ونحط هنا display the values in this column in percentage هيك هيبدأ يتغير معانا هيكون شكله أفضل هيبين معانا النسبة اللي تغير فيها في كل شهر بشكل أفضل هيك هيبين معانا حركة المبيعات كيف في عنا النمو أو ضمور في المبيعات هنا ممكن حتى هذا ما بالزمن الآن في الحركة أو ممكن نضيفه هنا هذه الحركة العامة لكن ما بتعطينا أي قرار ما بتدينا أي أي معلومات جديدة تسد الحركة العامة بتاعت التشارد الآن مدام ما في عنا واسع حاليا وحابب أنا لسه أبين كل الأرقام فأنا لها أعمله هكبر شوية الصفحة هنا الصفحة هروح من هنا من الفورمات نضيفه نضيفه حتى نغير المكان هنضيفه من هنا من الـ Type هنغيره للـ Custom هنضيفه الحركة الموجودة الآن والـ Height ممكن مثلا نحن نعليها مدام ما هي 720 نضيفه نصحه أكبر هكثره الـ Dashboard تعطي أكبر من ناحية النصحه الفلاتر طبعا لسه محتاج تنظيم هنشرع لها فيديو كامل لكن هو هذا الموجود هنا حاليا هنحاول نغير من هنا من الـ Dashboard بدل ما هي عنا بالأشهر هنحط الشهر طبعا بدل ما هي بالأيام هنحطها بالأشهر قبل مش هنحط date خلنا نحط month هنا هساس نحط current month هنحط month name تمام هيك ببين الـ Data اللي عندها من وين واصلة هن هنا ممكن نغير الفورمات تبعه سلايتس ونحط بدل ما هو between ممكن تحط trouble list عساس نوفر مساحه تمام هلأ فيه طريقة تانية ممكن نحنا نعمل فيها نفس الكود اللي عملناه بس نربط الكود كله مع بعض كيف ممكن نعمله ممكن تحط هنا على chart هننسخ نفس الأكواد اللي عندنا مدام نكتب كل كود لحال هنحط كل الأكواد مع بعض وهنا ممكن نعمل نكتب الآن مشور النمو الشهري واضح جداً مع الشرح هنحط month over month growth هنحط عندنا variable current month هنوضحها زي ما عندنا هنربط المعادلتين اللي كتبناها بالنسبة لل current month ولا ال previous month لكن هنحطهم بدوال ال variable هذي ال variable بتعطينا إمكانية أنه نعرض زي ما تقول sub definition أو تعريف ثانوي داخل الكود الأصلي فاجت نشرح أكتر عن ال variable أو هنا كاختصار هي طريقة تعريف متغيرات مؤقتة لتسهيل قراءة الكود عرفنا متغيرين الشهر الحالي والشهر السابق تحسب الفرق وتقسمه على الشهر السابق لتحديد نسبة النمو الشهرية هذي سيعمل هذي لدينا الطريقة نجمع فيها نفس المعلومات current و previous month فقط عرفناهم عن طريق شيء اسمها var أو المتغير فقط وهذه عن طريق هذا الكود نفس الكود اللي عملناه هذا بين معنا لو عملنا مقارنة بين هذا نفس البيانات بالضبط الآن جوابنا المدير على أسئلته بشكل كامل وواضح لكن بصراحة أعرف المدير كويس راح يرجع لي بعدهمين ويقول يا حكم الداشبورد صحيح صحيحة بس شكلها مش محترافي ممكن نعمل اشي يجملها أكتر ولاني أنا عارفه جيدا قررت أستبقه بخطوة وجاهز لكم مفاجأة حلوة كتير للفيديو القادم راح نتقدم وننقل للمستوى احترافي جديد في تصميم الداشبورد راح نستخدم أحدث أدوات الـ Power BI لعام 2025 لـ Conditioning Formatting ودوات أخرى عساس أنه نحسن التصميم بتبع الداشبورد اضغط على الفيديو اللي بيظهره على اليمين عشان تشوف كيف راح نحسن الداشبورد مع بعض واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديو الجديد بشوفكم هناك قريبا